اشتركوا في القناة واسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وعدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية وأشهد اسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالحضور المميز في الفعالية مشيرا إلى أن الهيئة العامة حريصة كل الحرص على الارتقاء بالمنظومة الرياضية في المملكة من خلال تفعيل شراكتها من مختلف المؤسسات الرياضية من أندية وطنية واتحادات الرياضية معتبرا سموه أن تواجد رؤساء هذه المؤسسات تحت سقف واحد في فعالية الرياضية يعزز من ارتباط الأسر الرياضية في البحرين ويفتح قنوات التواصل المباشر من القائمين في تلك المؤسسات ومن جانبه عبر سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة عن جزيل شكره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على مبادرة سموه وتوجيهاته لتنظيم هذه الدورة ولكافة المشاركين في الدورة مؤكدا على النجاح المبهر الذي حققته في نسختها الأولى بمشاركة واسعة من السادة رؤساء الأندية والاتحادات معبرا عن سعادته بحجم التفاعل الكبير الذي تحققت به رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والأهداف المرجوة من وراء هذه الدورة في الوقت الذي رفع فيه السادة رؤساء الأندية والاتحاد شكرهم الجزيل لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على مبادرته ودعوته للمشاركة في هذه الفعالية التي وصفوها بالنوعية مشهدين بفكرة الفعالية التي ساهمت في تعزيز التواصل بينهم وإتاحة الفرصة للتعارف والمشاركة معا والتنافس الرياضي في أجواء رمضانية مميزة معبرين كذلك عن شكرهم للهيئة العامة للرياضة على كافة الجهود المبدولة لإنجاح الدورة وحسن التنظيم وفي ختام الدورة تو جاسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أصحاب المراكز الأولى الثلاثة إلى جانب تكريم الحكام واللجنة المنظمة للفعالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة